استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية السيد لي تشين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرينة وقد استعرض سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مع سفير جمهورية الصين الشعبية العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين منوها بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة في المجالين الشبابي والرياضي ومعربا عن أمله بتطويرها نحو أفاق أرحب من التعاون البناء وقد أشار سموه إلى أهمية تواصل اللقاءات بين شباب البحريني والصيني بهدف تعميق أواصر التعارف والتلاقي بين الشعبين الصديقين ووجه سمو الشيخ نصر بن حمد الخليفة رئيس المؤسسة العامة لشباب والرياضة بالتواصل المستمر مع السفارة الصينية في المملكة في سبيل تنظيم المزيد من البرامج الشبابية والرياضية المشتركة التي تماهد الطريق للاستفادة من التجارب الناجحة في كل البلدين بالإضافة إلى التواصل مع المعنيين لأعداد اتفاقية مشتركة تنظم العمل الشبابية والرياضي بين البلدين من جانبه نوه السفير الصيني بالدور الذي يلعبه سمو الشيخ نصر بن حمد الخليفة في الارتقاء بمسيرة الحركة الشبابية والرياضية في البحرين مؤكدا في ذات الوقت تطلعات الصين لتطوير علاقاتها الشبابية والرياضية مع البحرين